الأغاني والموسيقى ليها تاريخ طويل وليها جزء مؤثر قوي في حياة الفلاح المصري يمكن لأن كان مرتبط المحصيل وموسم الحصاد بموسم الزواج عند الفلاح فكان بيبقى فيه أغاني خاصة سواء لتيسير عليهم العمل أثناء العمل أو بقى الفرحة اللي بتحصل بعد الحصاد والخير والرزق الوفير اللي بيقى موجود نعم أكيد يعني العمال والفلاحين دايما محتاجين حماس أنهما يغنوا أثناء عملية العمل أو الحصاد وكان بيبقى فيه أغاني مثلا زي فيه أغنية شعبية مثلا مشهورة يا حلوة ضم الغلة سبل وسبل ويلا لما بيجمعوا الأمح وغنتها فاطمعيد يعني هي في الكلور يعني حرفيا يعني وأغاني تانية كتير لكن نقدر نقول مع بدايات القرن العشرين أول من غنى للفلاح أعتقد مع تطور الشهر الغنائي كان الشيخ سيددرويش من خلال المسرح الغنائي في بدايات العشرينات يعني أيام صور 19 تحديدا هنلاقي مثلا هو عامل غنوة الفلاحة اللي هي حلوة المسماعيل في وسط عيالها طبعا زي الناجة فاطلعلت بجمالها تزرع وتقلع في الغيط وأي رجل نعم الله ينور عليك كمان الحلوة دي أم التاجم في البدرية برغم أنه لحن العمال الصناعية يعني بس هو بادئ برضو بالفلاحة اللي بتصحى الصبح عشان تعجن وتخبز لبيتها كعمل غنوة عن الزبدة الفلاحي غنتها طبعا مونيرة المهدية وغنوة للأولى للإناوي كمان ودول عملهم بمناسبة أن المصريين وقتها قطع البضايا البريطانية فكان بيقول المصريين اشتروا الزبدة بتاعت بلدكو وقرش بلدكو ويروح لخير بلدكو ومش للأجنبي يعني فانطلقت بقى بعد كده تطور بقى الغناء يعني مثلا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عمل محلها عشت الفلاح طبعا من أجمل الأغاني ولو أنه وقتها سخروا من الأغنية يعني الفلاح حلو وقتها طبعا احنا بنتكلم الفلاح في التلاتينات كان حلو سيء جدا فانه مش الفلاح عايش في نعيم زي ما الغنوة بتقول ومع ذلك هو عمل طبعا يالي زرعته بورتقان كمان وعمل كمان أحلى أنشودة الأمح الليلة اللي بتعيده طبعا في أواخر أفلامه كانت جميلة جدا ومشاركته فيها الغناء أحلام المطربة الكبيرة طبعا بالنسبة مثلا القطن نلاقيه احنا سمعنا نورتي قطن المحمد صادق دي كمان من أجمل الأغاني تعملت عن القطن وقعد تقدمها الموسيقر علي اسماعيل في فيلم الأرض كمان للمخرجي سوف شهين سنة 69 ده فيلم كمان مهم جدا علامة من علامات البارزة جدا اللي بتقدم لنا حياة الفلاح المصري وكفاحه كمان فكرة الكفاح هنا حراك قلت النقطة مهمة جدا هي الأغاني دي مصدر للبهجة ومصدر للحماس والكفاح اللي قدمه الفلاح المصري فيه فصول التاريخ احنا كمان بنشوف الفيلم أبو سويلا في آخر الفيلم وهو بيديب يتشبس في الأرض وفي الزرع وعلى خلفية أغنية الأرض لو عادشانا نرويها بدمانا بأصوات الفلاحين الفيلم ده عظيم الحقيقة يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر